في لعب النهاردة اسمه نوانيري بيلعب في أرسنل لعب بيلعب في أرسنل دي مش معلومة لعب بيلعب في أرسنل عنده كم سنة؟ بكز معايا لعب مع أرسنل النهاردة في مباراة في البريميال ليج وعنده كم سنة؟ 15 سنة ونص 15 سنة ونص بينزل يشارك في مباراة بريدفورد النهاردة مع أرسنل كأصغر لعب في تاريخ البريميال ليج أصغر اللعب يشارك في مباراة في تاريخ البرامير الليج الدولي الإنجليزي الممتاز كم سنة؟ تركز معاي خمستاشر سنة ونص ممكن تقولي الخبر ده مش مهم عادي يعني براحته براحته أرسن للعب اللي هو عايزه ما احنا عندنا العب كده في نادي في مصر لعب عنده تلاتاشر سنة كصة كده فاكرنا بتاعة الجونة يعني بس كانت كصة هزار مش كصة بجلعة لو بجد بس هي كصة هزار خمستاشر سنة ونص بيلعب مباراة فين بقى؟ في الدولي الإنجليزي الممتاز أرسنر المتصدر للدولي الإنجليزي أرسنر المتصدر للدولي الإنجليزي مباراة في أواقل الموسم يعني مش الدوري حسن فأرسنر بيجرب مثلا لعيب أو أرسنر فقد الأمال في الفوز بالدولي الإنجليزي فبيجرب لعيب لا ده في عز المنافسة بينزل لعيب عنده خمستاشر سنة ونص طيب احنا عندنا هنا لما اللاعب بيشارك مع الفريق الأول لنادي كبير عنده 23 سنة يقولك لعب سغير ومحتاجين نزبر عليه شوية ماشي نزبر يبقى عنده 26 سنة أجماعة بلاش نضغطه عشان لسه بياخد على اللاعب مع فريقه ماشي نجرب يبقى عنده 29 سنة نبدأ نقول مستوى حلو أو وحش يبقى عنده 33 سنة نقول الله أكبر اللاعب نضغ اللاعب بتاعنا نضغ في الدول المصري 33 سنة الناس يا جماعة هناك بقت الحزبة عندهم في النحيتين يعني في النحيتين احنا هنا عندنا اللعيب لما بيكبر في السن نقول العمر مجرد رقم وقدم قدر يدي فيكمل لحد 39 و41 سنة لما نيجي بقى نقول تما تشاركوه عنده 15 سنة ولا 16 سنة ولا 18 سنة يقول لك لأ لسه صغير ما عندهش خبرة خبرة ايه دي كورة يعني يلعب وياخد خبرة تخيل بقى لما أرسنل مثلا يلعب عنده 15 سنة أولا النادي في المستقبل انت عندك مثلا خمس ست سنين هتقعد تستفيد منه هيفضل لعب صغير لحد ما يبقى عنده 20 و21 سنة هيفضل لعب صغير خمس ست سنين شوف ده بقى مثلا ممكن بكرة يجيب لهم فلوس قديه ممكن يجيبوا منه أرقام عاملة ازاي تفاصيل كثيرة 15 سنة ونص لعب في البريميال ليجي النهاردة مع أرسنل المتصدر في الدولة الإنجليزي في المباراة مهمة وما حدش قال أصلي ما عندهش خبرة أصلي لسه محتاجين نزبر عليه أصلي ما يقدرش يتحمل الضغط الجماهيري أصلي يا جماعة ما تحرقهوش فاكرين مش فاكرين عارفين الجمال دي اللي بتتقال طويل الوقت لحنا فرحنا جدا بشباب الزمالك والأهل والشباب اللي شاركوا شوية في الموسم اللي فات عشان يعني الصغير فيه الصغير فيهم عنده 21 سنة 22 23 دول اللعبة الصغيرة بالنسبة لا لا لازم نتطور في حتة دي لازم نتطور العالم كله بيتكلم النهاردة على لاعب لاعب عنده 15 سنة في البريميال ليج مع أرسنال المتصدر اللي بينافس في أوائل الدول الإنجليزي يعني حبيت بس يعني أتكلم فيها شوية لاعب من موليد 2007 متخيل 2007 ده كان مبارح 10 سنة يعني صغير يعني صغير جدا صغير جدا يعني يعني خلونا نشوف النهاردة أرتدت النهاردة بعد المباراة قالوا أنه هو أول ما شافه في التدريبات وبصف يعنيه حاس أنه هيبقى مشروع لاعب كبير وشخصيته كبيرة وعنده إمكانيات جيدة بس قال أنه لازم يتمسك بالفرصة دي ويبرهن أو ياخد الرقم التاريخي دوت اللي هو أصغر لاعب في تاريخ البريمية اللي يجي وشارك وياخد الرقم دوت ويكون دافع عليه أنه يقدم مستويات كبيرة هو لسه البداية ولكن احنا متوسمين فيه أنه يبقى أفضل فيه الفترات اللي جاية ترجمة نانسي قنقر